الرئاس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية الاسبغ اجتماعا تنظيميا ضم الاخوة نائبة رئيسي المؤتمر والامين العام والامناء العام من المساعدين للمؤتمر الشعبي العام وممثلي المؤتمر الشعبي العام في المجلس السياسي الاعلى وهيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس الهيئة الوزارية وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم التوصل اليه من اجراءات تنفيذية لتعزيز الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وذلك في اطار التواصل بين قيادتي المؤتمر وانصار الله وبناء على التفويض من اللجنة العامة فقد اقرى الاجتماع مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات التي رفقت المرحلة الماضية ورؤية المؤتمر الشعبي العام لالية تعزيز الشراكة في المرحلة القادمة بما يضمن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة لمواجهة العدوان والحصار الجائر على الشعب الامني وبما يضمن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة لمواجهة العدوان والحصار الجائر على الشعب وبما يضمن ادارة شؤون الدولة وفقا للاتفاقات الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصار الله وحلفائهم كما بحث الاجتماع اخر المسجدات الدولية والمواقف السياسية التي عبرت عنها كثير من الدول اثناء الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة وتقييم تلك المواقف كما بارك الاجتماع للشعب الفلسطيني الشقيق تطورات الاجابية على الساحة الفلسطينية وخصوصا التفاهمات الاخيرة بين حركتي فتح وحماس والتي اثمرت في تحقيقها جهود الاشقاء في جمهورية مصر الشقيقة متمنيا ان تكلل تلك الجهود والمساعي بالنجاح واقر الاجتماع تشكيل لجنة تحضيرية لاحياء فعاليات الاحتفاء بالذكرى الخمسة والخمسين لثورة السارس والعشرين من سبتمبر الخالدة ثورة كل الشعب والذكرى الضابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة والذكرى الخمسين لجلاء المستعمر البريطاني في الثلاثين من نوفمبر اشتركوا في القناة